السلام عليكم وبركاته مرحبا بك في درج جديد كيف تعلم ابنك قراءة لغة فرنسية بكل سهولة و اتقن معك لست الحسن تبواني من قناة و صفحة تكوين مستمر ان شاء الله عز وجل ما أعطيتنا سوف نرى طريقة سهلة جدا سوف تعلم ولدك سوف تعلم لغة فرنسية لأنه لن نتعلم سوف تعلم طريقة سريعة و سوف تعلم طريقة التي تقف النفس بسرعة لماذا؟ لأننا لا نتعلم حروف لا نتعلم حرف لا نتعلم لديه سوف تعلم كلمات من شركين مع عظيمة نرى الآن سوف تتعلم مع ابنك ما سوف تقول له لا تقول له حرف M لا تقول له طريقة هذه سوف تصعب عليه أنه يقرأ اللغة الفرنسية سوف تقول له بأن هذا حرف M و هذا حرف L و هذا حرف الكاف بالضبط اللحظة التي سوف تعلمون أن هذه الحروف لا تقول له أنهم حرف لا يقول له بأن هذه الفتحة هذه الضمة هذه الكسرة بالضبط سوف يبدو بهذه الحروف ثلاثة كأمثلة و سوف نرى فإذا شرنا حرف M و عملنا مع الفتحة فهو سيكون ما إذا شرنا حرف M و عملنا معها الضمة كيف نقرأ حرف M و معها الضمة هذا يقول لك مو إذا شرنا حرف M و معها الكسرة هذا يقول لك يقول لك حرف M هذا حرف اللام و هذا حرف الكاف حرف اللام بالفتحة يقولك لا حرف اللام بالضمة واللي حرف اللام بالكسرة يقولك لي حرف الكاف بالفتحة حرف الكاف بالضمة يقولك كو و حرف الكاف بالكسرة يقولك كي ممتاز الآن ستبدأ أنك تربط بيناتهم يعني ستقوله مثلا قرأي هذه سيقرأها لك على أساس أنها بالضمة و حرف الكاف فإذا كو إذا زادنا لهذه قرأ هذه بوحدة الحرف الكاف بالفتحة يقرأها كا إذا شركناها يقول لك كو كا مزيد وهذا يفرح لأنه يفهم يقرأ كوكا كولا مزيد هذه نشوفوا مثلا حرف الميم إذا كان عنده الفتحة يقرأها ما وحرف الميم إذا كان بالكاسر يبدل المطرطي لم يبدو شيء بالضم يقرأها مي حرف الميم إذا عملنا لا ضم يقرأها مو مزيد الآن ، حرف اللم والو الكسرة، هذي يقرَا لي حرف اللم والفتحة، هذي يقرَا لا حرف اللم والضمّة هذي يقرَا لو الآن ، inevitably expand the iod conception وتبتح مع الكسرة لقلز د irgendwas وقرز د . habits وقرأ لها لي ، كام وقرأ لها لي ولو اساس نهر من الأخره ونسمى شيء يقدر تستطيع الحرف ممكن انك تعلموا يقرهم هيدك يعني هبط هيدا قرأ لي هادو يقرأ لي ما لا كا قرأ لي هادو يقرأ لي مو لو كو قرأ لي هادي يقرأ لي مي لي كي ممتاز الآن عبدون شركوا يعني كيفاش نطلب منه انه يقرأ هذه الكلمات فهو يقرج الحرف اللولين يقول لهم بالفتحة ما قرر الحرف الثاني بالكسرة مي ممتاز قرأ لي هادو يقرأ الكلمة اللي هي مامي ومن بعد هادو يقرأ لي هادو الكلمة هادو كي لو ممزين وحنا مشهين معه كان نرطبوه الكلمة مع عاطفا من بعد ذلك ساعة ان شاء الله عز وجل هادو يندوزو نعطيها كلمة فحده بعدين نقول له قرأ لي هادو الكلمة هادو هادو واحد اسم دو واحد البنز شنين الاسم دي انا وما تنسى شيء قصهم هادو يقول له بان نراها هادو تقرب وحدة وهادو تقرب وحدة وهادو تقرب وحدة فهو غادي عقل على اسم ان هنا الفتحة وهو غادي عقل هنا الكسرة وهنا الفتحة وهو حرف المي مد حرف اللا مد حرف الكف اذا مالي كا وهو غادي عقل انه هادو يقدر انه يقرأ لك مالي كا هادو تقول له قرأ لي هادو اذا طبعا دائما نحن نقص منها ثلاثة الاقصام كل شو الحريفة ما أعطيتهم اذا قدر يقرأ انها كاليمة اذا شركة والبي بسرعة كلمة وانا ما شيء نعطي يعني مثلا نقدر نعطي كلمة لذلك النوع وقرأ لي هادو وقرأ لي هادو وقرأ لي هادو وقرأ لي هادو ونعود له شيء حاجة نقرأها بدأ قرأ لك كا ليما الان غادي ندوز شيء حاجة اخرى جديدة بالنسبة للك هادو الحريفات ساعة ساعة كل نهار هتزد له شيء شوية بعد اللحظة هنا يزدنا حرف الفا وزدنا حرف طا هنا كان عنا غاية لساة الحروف الميم واللام والكاف الآن زدنا الدال وزدنا الفا وزدنا الطا ويمكن تخلي حتى الكاف دي هالك مثلا نعيد مزيد هنا غادي نتعلم فات الصفحة هذه اللوو فأي حرف قبل اللوو يكون بالسكن اذا هنا غادي تقرأ موا هنا غايت تقرأ اللوو اذا هنا غايت تقرأ دوا هنا غايت تقرأ فوا وهنا غايت تقرأ طوا مزيد نزيد ونزيد يوسيد طوا موا هذا غايت تقرأ هذا غايت تقرأ هذا غايت تقرأ وهادي غايت تقرأ ضائم الحروف هنا ويعقل لان كل حرف السكن لان قبل منه مرة إذا نضح الحرف كاملين بالسكون نضح الحرف كاملين بالسكون ونحن ماشي إذا قرأ لي ودي اللولة قرأ لي قال أسألنا موا لوات وو ماشي وماشي ومتكد علمك أشي قرأ حرف اللو وش أنك تقرأ كل منه هنا فضل لحظة هذه غد تزيد لونتا شي كلمات يعني مثلا هذه حرف الدل وغير تقرأ الدوا ولكن إذا قرنا الكلمة كاملة فجل حرف اللولين فإذا بغيت تسهل عليها ممكن أن تقول له قرأ لي هذه يقرأ لك فا واتقول له قرأ لي هذه يقول لك فا دوا قرأ لي هذه سا لو قرأ لي هذه فط ما يعني أخاهم عندما علاقة بها ما كنش فيها و إذا دزنا الحج أخرى الحج أخرى اللي هي السكون السكون مهم في اللغة الفرنسية يعني إذا شفت الكلمة اللولة حرف الميم والفتحة وحرف النام ما عنده شي مشكل مدى ما وجه في الآخر الكلمة إذا عنده السكون إذا نقرأ هذه ما لا إذا قرأها بالزربة يقرأ لك مال يقرأ لي هذه يقرأ لك فال يقرأ لي هذه يقرأ لك ضال لاحظ بأنني كل مرة بدلت حرف واحد فهناك الميم والفا والدل فعندما بدلت ديك الأخر حريفة الأخرى باش ندوزو من هنا من هنا باش ندوزو من هنا من هنا شنعملت هنا بدلت غير حرف اللي هو الفتحة جعلت ضميك فبعد اللحظة يقدر يقرأ لك مول فول وضول ومن بعد ذلك ساعة سيقدر يقرأ لي ميل وفيل وديل اللحظة اللي تضم سيبدلانة كسرة إذا بدأت قرأ من الأول سيقرأ لها ثلاثة كلمة الأولين ثلاثة كلمة الثانيين وثلاثة كلمة الثانيين الثلاثين والآن سنعلموا يقرأ كلمة مال لا يهم شيء المعنى الآن لذا نحن نعلم نقرأ إذن أول حاجة نكتب له ما نقرأها من بعد أن نكتب له ثلاثة الحريفة فنقرأ لهم إذن يقرأهم هو مال من بعد أن نطلب منه أنه يشرك ثلاثة ديال هذه الكلمة كاملة ويقرأ لي مال وهذه آخر جد الحريفة اللي هي الطاع لأن الحافظ الطاع هي هذه وكي أعرف بأن هذه هي الفتحة إذن ما مال وملط عاودي نعطيها هذه عيقرأ لي فال وفالط سال وصل وصلط مزين نضع طريقة فهمت الآن سوف نقرأ الضم الضم في اللغة الفرنسية نصحك بأن تضيفاله قليلا ونقرأ هذا ونقرأ هذا ونقرأ هذا ونقرأ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلط ممكن أن تعطيه هذا ما أعطيتم لأنه لديه نفس طريقة النطق ولكن في الأخير في الأول أعطيه غير هذه يعني سيقرأ هذه مو ونقرأ الفا ونقرأ له ويقرأ لي فو ونقرأ الدل ومع يقرأ له ونقرأ نحن نعطيه هذه إذن سيقرأ له مو بالطريقة هذه ونقرأ 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 لفو ونقرأ مثلا نقرأ نقرأ مثلا نقرأ نقرأ وهذا ونقرأ للو ونقرأ فهمنا إذن حين نقرأ بهم كامل سنقرأ الفرق بينهم إذن هذه مو إلا أن هذه رقيقة شوية في حال يتم البقرة إذا البقرة مو إذن هذه مو إذن هذه دو وهذه لو ونقرأ نقرأ بعد نعطيه هذه هذه رقيقة شوية لها مو مو هذه في حال هذه مو مو هذه في حالة خاصة ججبيون هذه في حال البقرة التي خذنا وهذه مو مو أو ل أو ك نعلم الفرق بين هذه ونبعد نفتح إلى كلمات من هذا نوع فما فهمت من نجيب الكلمات نعمل في جوجل مثلا الكلمات التي نقول مو ونعمل أفك ونعمل واحدة من هذو الذي عندي الغرق في هنا أفك مثلا هذه ونجموعة لائحة التي يمكن تعمل لي ستناخ المشتعة لائحة أكتب هذه الجملة في جوجل وسأعطي مجموعة الكلمات كيف تكتب بمو ونبعد في عبوط هذه نبدل ونعمل المسألة التي تكتب مو ونعطي مجموعة الكلمات بهم ذلك ساعة سأعطي هم ونقل قرر بهم لن أنه سيجع من سهل أتمنى الله يزوج لأن الطريقة تكون سهلة طبعا أنك ستسجل في القناة في يوتيوب وفي الصفحة الذي يجبون لدينا اسم التكوين مستمر أنا اخترت هذا التكوين مستمر وهدف أن سيكون عنه مجموعة المسائين كنت تعلم ومعطتنا ماشيغل اللغة فرنسية للمهانية والأصارية والشخصية إن شاء الله عز وجل وفي الصحة دينا لأساسي الآن وأن هناك سلسلة الفرنس 5.5 كنت للمهانية والأصارية والشخصية إن شاء الله عز وجل لفصحة تحت الفيديو رابط تحت الفيديو شوفوا مجانا هذه سلسلة هذه الهدف وأن تعلم طبعا نخص يكون عندك المستوى في اللغة الفرنسية مثلا عندك القسم الثاني والثالث والرابع أو موحد إنسان لإنسان اللغة الفرنسية الآن يجي صعوب أنه يتعلم وحديته أو أن المدرسة لحد الآن رغم أن المدرسة يتعلم فيها معلمات وشي فهذا فرنسي 5.5 أو 5.5 سأعلمك كيف تقرأ اللغة الفرنسية وتفهم اللغة الفرنسية وحس سهولة إن شاء الله عزوج شوية شوية أنت لا تتعلم لماذا لأن سأعطيك مجموعة المصطلحات ومجموعة الكلمات ومجموعة الأفعال طريقة الأول سأعلم خمسة الأفعال في النهار خمسة كلمة في النهار في النهار ونقوم بهم 10-25 جملة هذا يوميا ونقوم بهم جمال ونقوم بهم ثم نفهم معانا ونقوم بهم شوية من مجموعة التي تتعلم وبعد أسبوع في أسبوع سأعلم خمسة أيام 5 كلمات في 5 يام 5 أفعال في 5 يام و25 جملة في 5 يام وشاهد أن تجد ما تجد وبعد أسبوع سأعلم في كل شهر يعني في كل شهر ستكون توصلتين خمسة وعشرين سنضربها في أربعة تعطين عميات فاعل ومئات اسم و ستكون تقريباً هنا تقني 500 جملة 500 جملة كافية لن يعلمكم بجموعة الأمور اللي إن شاء الله تعلم تكلام تعلم تفهم تعلم تقرأ اللغة الفرنسية ستكون هذا المستوى الأول الشهر الثاني كذلك الشهر الثالث كذلك إن شاء الله أزوجه المهم تفاصل كيف الفيديو نتحس دغط على الرابط و تشوفه إن شاء الله السلام عليكم و تلا بركاته